تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا بسبب خلافاتهما وعندما لم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر قررت أن تفعل شيئا فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العققير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد فكر الصيدلي ثم قال لها إن الكلمة الطيبة والإحسان إلى أي إنسان حتى وإن سبقت منه الإساءة سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفة التحضير ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة وقال لها ليس من الحكمة أن تستخدمي سما سريع المفعول وإلا ثارت حولك الشكوك لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء وعليك أن تجهز لها كل يومين طعاما من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاطا من هذا السم بالقطارة وفي هذه الأثناء عاملها بلطف وود ولا تتشاجر معها أبدا مهما كانت الظروف عاملها كما لو كانت أمك حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور ومضت الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة وتتذكر دائما ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه فتحكمت في طباعها وأعصابها وعاملتها كما لو كانت أمها وبعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماما فقد نشأ جو من الحب والصداقة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الأخرى وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها وأصبح الزوج سعيدا بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدري وقالت له بحزن من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حماتي فقد صارت لطيفة جدا وأنا أحبها الآن مثل أمي أرجوك لا أريدها أن تموت ابتسم الصيدري وهز رأسه وقال يا بنيتي أنا لم أعطك سما قط لقد كان المحلول الذي بالزجاجة عبارة عن ماء أما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان ساكنا في عقلك والآن تأكدت والحمد لله أنك شفيت منه يا بنتي ليس حسن الخلق فقط أن نعامل الآخرين معاملة طيبة بل أيضا أن نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة وكما قال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميل